ماذا يعني أم جمال إنها تدخل لائحة التراث العالمي ضمن لوائح اليونسكو؟ سيدي أنا لما بعطيلي البرومو قبل شوي نعم جبت معي كل أرقام من الوزارة اللي بتخطر على بالك نعم جاهز أمورك إدراج أم جمال على لائحة التراث العالمي بعطيها صفة العالمية نعم إنت بتحكي عن القيمة الاستثنائية العالمية لأي موقع يتم إدراجه على لائحة التراث العالمي نعم وإذا لم يكن هناك قيمة استثنائية العالمية فلن يكون هناك إدراجه إنت عندك 21 دولة أعضاء في لجنة التراث العالمي بتقرر من المواقع التي تدرج نعم اليوم نحن 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 عن 890 موقع على مستوى العالم أم جمال أصبحت واخد من هذا الموقع من هذه المواقع نعم أم جمال طريقة بنائها إنشاءها وما تبقى منها بعد الزلازل التي حصلت أعطتها هذه الصفة لأنه في كثير من المواقع قريبة من ناحية إنشائية من أم جمال ومثل أم جمال يعني واحة سوداء بزلت لكن ليس هناك نعم معالم بقيت ثابتة كما بقيت في أم جمال إضافة إلى الحضرات التي مرت على أم جمال أنت بتحكي عن نقوش فقط النقوش أنا بعرف أنه أنت يقاعك سريع بالبرنامج وما بتحب استردل زيادة على النزوم لكن بتحكي فقط عن النقوش أنت بتحكي عن نقوش نبطية موجودة في أم جمال بتحكي عن نقوش عربية بتحكي عن نقوش صفائية وهي لغة أهل الشمال اللي كانوا يستخدموها بالقرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد الميلاد وبتحدث عن نقوش لاتينية اشتركوا في القناة